اشتركوا في القناة وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَخْدَامَ إِلَّا قَيْنَا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله خير نبيني جتباه أدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره عباد الله أصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير أيها الإخوة الأكارم أربع أسابيع من شهر رمضان شاء الله نتحدث فيها عن قيم رمضان القيم هي الأخلاق وأبتدئ هذا الأسبوع بالقيمة الأولى وهي اغتنام الفرص كثيرًا ما نسمع في وسائل التواصل أو في الإعلانات التجارية بيافطات مكتوب عليها فرصة لا تعوض وأخرى لا تدعي الفرصة تفوتك وأخرى مكتوب عليها فرصة العمر وإلى ما هنالك هذا إن أسقطنا عليه العمل المعنوي هذه فرصة في التنزيلات والتخفيضات في المشتريات أما إن أسقطنا هذا الأمر على أمر معنوي فهناك فرصة أو فرص في حياة الإنسان المسلم لا تتكرر ولا تتعوض ومنها شهر رمضان المبارك شهر رمضان فرصة لا يأتي إلا كل عام مرة ومن أدركه ومن أدركه هذا العام لعله لا يدركه في عام آخر أيها الإخوة إن كانت هذه الفرصة الربانية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهر مبارك ينظر الله فيه إلى تنافسكم فأروا الله من أنفسكم خيرا فالله ينتظر مننا الخير ينتظر مننا المزيد كيف أن اللاعب في الميدان والجماهير تنظر إليه تنظر إليه أن يحقق انتصارا أو ينجز إنجازا الله عز وجل له المثل الأعلى يريد منا إنجازا في هذا الشهر أيها الإخوة الكرام رمضان يُعَلِّمُنا كيف ننظر إلى الأهداف هناك هدف يراد تحقيقه صناعة الأهداف ليست أهداف كرة القدم الهدف معروف من بداية الشهر وهو أن نصل إلى ما أراده منا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أراد من صام رمضان رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نحن نتطلع من خلال الهدف إلى النتيجة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه طالب الثانوي العام ونحن أيام باختبارات لا يترك أسئلة امتحانات لدورات سابقة إلا ويحلها عند هدف وهو أن يصل إلى العلامة التامة أو نحوها رمضان يعلمنا أن نصل إلى أهدافنا كل واحد مننا أيها الإخوة الكرام يريد من خلال شهر رمضان أن ينال المغفرة إذا ما كان عندك بالحسبان هذا الأمر فهذا أمر صعب رمضان يجب أن يكون مدرسة لبناء القيم والأخلاق والدين في سلوكنا أن ننتقل من رمضان من مناسبة دينية تحكمها العادات والتقاليد رمضان شوفوا الآن وسائل التواصل إذا أرادوا أن يتحدثوا عن رمضان حتى في التلفاز وفي القنوات الفضائية يأتون ببائع التمر هندي ويقيمون حلقة عن بائع السوس وعن المسحرات هذه العادات والتقاليد وينسون جوهر رمضان لب رمضان تحدثون عن الطعام ماذا يفطر أهل الشام وينسون لب رمضان وهو العبادة والقيم أيها الإخوة الكرام رمضان فرصة رمضان فرصة رمضان الماضي كان هناك أناس يحضرون خطبة الجمعة في هذا المسجد الآن صاروا تحت التراب لذلك كان رمضان بالنسبة لهم فرصة وما يدريك لعل هذا الشهر هو الفرصة النهائية لنا أو لبعضنا أو للقليل منا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت رمضان فرصة تحوي في طياتها فرص أتاني مقطع في بداية شهر رمضان على وسائل التواصل أن إحدى الشركات قامت بالإعلان عن تخفيضات حقيقية تصل إلى الخمسين في المئة لكل منتجاتها في هذا الشهر ليس في بلادنا طبعا انظروا إلى الناس والله إنهم يأخذون ما لا يريدون لماذا؟ فرصة 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 يتهافتون لا يستطيع أن يحمل ما يشتري رمضان له المثل الأعلى رمضان فرصة تحوي في طياتها فرص فرص متكررة من هذه الفرص أنه عطاء رباني لا حدود له يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف حسب العمل وما يتطلب هذا العمل العمل من جهد يأتي من العشر حسنات إلى سبعمائة ضعف ثم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إلا الصوم إلا الصوم هذا الصوم الذي تمتنع به عن طعامك وشرابك وعن المباحات من أجل الله عز وجل فإنه لي وأنا الذي أجزي به يا الله يا الله إلا الصوم فإنه لي وأنا الذي أجزي به الكريم إذا أجزل إنما أدهش في إجزاله يعني أديش نقول صيام اليوم أديش ميت حسنة هذا متروك لله والله أكثر ألف أكثر أقول لكم مليون أكثر هكذا عطاء بلا حدود يا رب أعطنا وأكرمنا ثواب صيامنا وأعنا على أن نتعبدك في هذه العبادة بعد رمضان شغلة قبل أمس كنت على باب المسجد وإذ بشاب لا يتجاوز العشرين سنة يضع في فمه سيجارة في نهار رمضان تبسمت في وجهه تبسم اللطف أعطت له هذا رمضان لا ينبغي حتى أن تتبجحك بصيامك بإفطارك نظر إلي وقال لي لا أريد أن أصوم هكذا محروم بعيد لا أقول إلا هداه الله وأمثاله كثر ولو عرف الحقيقة لصام حق الصيام ولو عرف الحقيقة لحبا حبوا إلى بيت الله في رمضان أول شيء أعطاء بلا حدود هذه فرصة فرصة لا تعوض اليوم اللي بتحسن تصوم في صم كثير الأسئلة التي تأتي ما كانت تأتينا ما كانت تأتينا نحن من زمن ونحن في حقل الدعوة والإفتاء ما كان يأتينا بعض الأمراض وبعض الأمراض الآن يا أستاذ عندي المرض الفلاني والمرض الفنائي ولا أستطيع أن أصوم قالوا الحمد لله الذي أعانك فصمت في الأيام الماضية والسنين الماضية الفرصة الثانية فرصة وأي فرصة فرصة الآن يقيمون مسابقة والهدية سيارة ما ذي الغنيمة أتدري ما هي فرصة رمضان ونحن نتعلم من قيم رمضان اغتنام الفرص العتق من النار يعني الواحد إذا كان اسمه محطوط ضمن أهل جهنم فهو من أهل الجنة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه ابن ماجا كل ليلة كل ليلة عند الفطر قف على باب الله وقل يا رب إن لم تكتبني في أول رمضان من العتقاء فاكتبني هذه الليلة ألح عليه أي فرصة إن أعتق رقبتك معناها غفر لك إن أعتق رقبتك معناها سامحك معناها عفى عنك معناها تجاوز عنك هذه لا تكون إلا في رمضان مسكين من لا يغتنم الفرص الفرصة الأخرى وهي فرصة تولد فرصة إجابة الدعاء بعض الناس ينتظرون مناسبات معينة من أجل أن يلتقوا بأشخاص معينين لهم مكانة ليمرروا لهم ورقة فيها طلب طلب دنيوي طلب برمضان إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد دعوة لا ترد كم لنا من الأمان كم لنا من الحاجات كم لنا من سؤال لم تتحقق نتيجته كم من أب عنده فتاة في سن الزواج ولم يتيسر لها الزواج كم من إنسان ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضيق عليه في معاشه كم وكم 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 كم من مغترب يريد أن يرجع إلى وطنه إلى بلده والأمور معسرة أبا الأفطار إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد هذه فرصة الناس ينتظرون الملوك والرؤساء والوزراء والمدراء ليمرروا لهم وريقة مكتوب عليها حاجة والله ينتظر منك حاجتك أبا الأفطار يا جماعة أنت اللي عليك جندي وأنت اللي عليك احتياط وأنت اللي أمورك معسرة مع أولادك وطالب الثانوية العام والذي يريد أن يتخرج والذي عنده مرض والذي 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 الله يريد منا أن ندعو هذه فرصة سيقظ إذا كنت نائما فالسيقظ ابتعد عن الطعام عن مائدة الطعام اجلس عشر دقائق خمس دقائق قل له يا رب إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد فرصة أخرى أتريد النقاء أتريد أن تتخلص من قسوة القلب أتريد أن تتخلص من الجفاء فيما بينك وبين الله أتريد أن تفتح صفحة جديدة مع الله لكل من ابتعد عن الله من قصر في جنب الله رمضان فرصة وقلت الأحاديث في بداية الخطبة من صام رمضان إيمانا احتسابا تعبد غفر له ما تقدم من ذنبه غفر لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من قام نحن في هذا الوقت بالتحديد من السنة الليل قصير وجمعنا في الليل بين عبادة التراويح وصلاة التهجد لكن الإنسان المؤمن معان والله راح أسبوع بارح كنا عم نقولكم أسبوع الماضي نتحدث عن رمضان واستقبال رمضان قلت لكم سنتحدث بعد أسبوع ونمضي في شهر رمضان وثلاثة أيام ببشر السبعة بصيروا عشرة والعشرة يبشرون برمضان بشرنا الله بالخيرات من قام رمضان إيمانا واحتسابا ما بتحسن تتهجد صلي التراويح والله يا أيها والإخوة الكرام لا تفوتكم صلاة الليل كل ما نتطلع إليه من أعمال لا قيمة له أمام الصلاة بعدين يعني أكثر مسجد بيصلي ساعة ونص كيشو دول الساعة ونص تعدون على جنب واحد على فيسبوك على رجل وحدي مساجد فيها قراء وفيها دروس والله يشتهيها أهل الأرض والله وأهل الشام بعضهم زاهدون فيها شوفوا المساجد أي المنطقة الصغيرة اللي هون لا تتعدى واحد كيلومتر دائرة نصف قطرة واحد كيلومتر أقول عنه هذا مسجد الإيمان وهذا مسجد الرشيد بعيرة وهذا مسجد لالة باشا وهذا وكلهم أجزاء جزء من القرآن يتلى كاملا بأعذب الأصوات والأخواء الكرام طالع عبد الروحي يتابع مسلسل أو يجلس ليستعمل أن نرجي له أيها الإخوة الكرام الفرصة تحتاج إلى من يستثمرها إن لم يستثمرها بحق الفرصة لا قيمة لها بالنسبة له لا قيمة لها النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث فيما يتحدث عن سبعين ألف رجل يدخلون الجنة رجل من الصحابة اسمه عكاشة ابن محصن رضي الله عنه لاحت هذه الفرصة أمامه كان أول المبادرين قال يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون منهم نظر إليه رسول الله هذا سباق قال أنت منهم إنسان يريد أن يعانق هذه الفرصة قال يا رسول الله وأنا قال سبقك بها عكاشة هي كانت لرجل فرصة رمضان فرصة لا تدع ليل ولا نهار ولا صلاة مكتوبة إلا وتحقق فيه عبودية تحقق فيه عملا صالحا كن مثل عكاشة ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم هكذا نحن مع رمضان رمضان خير الفرصة التي قلت لكم عليها هذه جزء من جزئات رمضان جزء رمضان فيه خير في كل ساعة بالإنفاق وبالإحسان وبالصلة وبالعبادة أنا لم أتحدث عن القرآن ولم أتحدث عن القيام ولم أتحدث عن هناك أشياء كثيرة لا تجعل رمضان تحكمنا فيه العادات رمضان للسحور صار شو رمضان في الشام أي الخيام الرمضانية ماذا صار رمضان في الشام هل هذه الأنسيات على الإفطار وشاشات التلفاز التي لا تسر مؤمن ولا تسر عابد الناس يسمرون بدل أن يأتوا إلى بيوت الله وقليل منهم يأتي صار رمضان للسهر وللسهرات التلفزيونية صار رمضان للفنانين يستضيفون الفنانين في رمضان وكأنهم عمالقة التاريخ ليتحدثوا عن أعمالهم ونحن في بيت الله عز وجل نتحدث عن عمالقة التاريخ الذين هم أسوة حسنة لا تجعل التقاليد البالية التي وصلنا إليها تحكم رمضاننا رمضاننا رمضان العبودية أول قيم من قيم رمضان تعلمنا اغتنام الفرص إذا عرفت تغتنم فيما بينك وبين الله سوف تكون في المستقبل تاجراً ناجحاً لأنك تغتنم الفرص ومهندساً ناجحاً لأنك تغتنم الفرص وطبيباً ناجحاً واقتصادياً لامعاً وحقوقياً حاذقاً لأن رمضان علمك كيف تغتنم الفرص قدوتك عكاشة بن محصن ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم رمضان مضى منه ربعه ربع راح صفيان ثلاثة ربعة نيح نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المجدين ومن المجتهدين ومن السابقين ومن الأولين اللهم أعن على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان واجعلنا من عتقائك من النيران إن شاء الله بعد الدرس الأسوة الحسنة لأنها يسلس لي في شهر رمضان في هذا المسجد هناك محاضرة قيمة جداً لمحاضر قيم جداً وهو إنسان لامع فقيه عالم عامل أتمنى أنه كلكم تكونوا موجودين مدتها ساعة يعني تستفيدون فيها عنوانها رمضان في بيت النبوة يا سلام يا سلام اعتبروها يا سيدي الآن جلسة يعني في البيت تنظر إلى محاضر لكن هون طبيعي فريش تأخذها من عالم له مكانته إن شاء الله نجلس وإياكم بعد الدرس لسماع هذه الموعظة أقول قولي هذا وأستغفر الله ترجمة نانسي قنقر